المنجزات العمرانية والإصلاحات الاجتماعية يعود تطور فن العمارة والمنقوشات والزخارف الإسلامية إلى عصر التابعين وقد أصبحت هذه المنقوشات والزخارف من أهم مظاهر البناء عند المسلمين فتنوعت منجزاتهم في فنون العمارة وتم بناء المدن مثل مدينة القيروان في المغرب ومدينة بغداد اهتم المسلمون أيضاً ببناء المساجد وقد اشتهر منها الجامع الأموي في دمشق وجامع سام الراء في بغداد وجامع السليمانية في اسطنبول اشتهر المسلمون ببناء القصور من مثل قصير عمرا في الأردن وقصر الحمراء في الأندلس إسبانيا حالياً كما استطاع المسلمون بناء الدفاعات مثل الحصون والأسوار والقلاع ومن أشهرها قلعة حلب في سوريا قد توحد المسلمون كافة العرب والفرس والأتراك والكرد والبربر في المجتمع تحت راية الدين الإسلامي ومبادئ العدالة والمساواة في إشارة واضحة إلى التكاثف والإصلاح الاجتماعي الذي سادت دولة الإسلامية اهتمت الدولة الإسلامية كذلك بالفقاراء والمحتاجين وبنت المستشفيات ودور الأيتام ترجمة نانسي قنقر